لم يكن أبداً بعيداً عن الجدل فقد تعود في آرائه وفتاويه أن يثير زوبعة من ردود الفعل معه وضده إنه مفتي مصر السابق علي جمعة والذي عاد مرة أخرى إلى الواجهة بمناسبة إطلاقه مجموعة من المواقف توزعت الآراء حولها ما بين اعتبارها فتاوى وآخرين اعتبروها مجرد آراء وتفسيرات شخصية لا تلزم أحد علي جمعة وعلى شاشة التلفز لم يتردد في صدم متتبعه بقوله أنه من الوارد أن الله سبحانه وتعالى قد يلغي العذاب وجهنم ويدخل الجميع الجنة وليس من الضروري أن ينفذ وعيده فهو الله ويفعل ما يشاء ومن نحن لنقول له لا وسيكون ذلك من كرمه وعطائه هذه الكلمات فجرت إعصارا من ردود الفعل على منصة التواصل للشمعية تتواصل زوابعها قائمة بين من هاجم المفتي المصري السابق بقوة متهما إياه بالتحريد على الله بقوله هذا وضربه في القرآن من خلال نفيه المعلوم منه من ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب آخرين عتبروا كلامه هذا استكمالا للجدل السابق الذي أثاره المفتي عندما عتبر أن الجنة ليست حكرا للمسلمين وحدهم الانتقادات ليست وحدها من عجت بها المنصات والكثير من المثقفين ناصر المفتي علي جمعة في آرائه معتبرين أنه جبل من العلم ولا ينطق بما يرغب الجمهور في سماعه وإنما يتحدث عن علم ومعرفة ولو ناقض ضن العامة من الناس الأراء الجديدة للمفتي السابق لمصر علي جمعة والتي يبدو أنها لن تكون الأخيرة له في سلسلة إطلالاته الرمضانية لا يبدو كذلك أن نقعها سينقشع على الشبكة إلا ونقع آخر لأراء جديدة له قد ثار غبارها وارتفع موسيقى